أهلا بكم مشاهدين حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري شهد الموسم الفلاحي 2017-2018 تطورا مهما بفضل الوفرة والانتظام والتوزيع الجيد لتساقطات المطارية بين شهري دجنبر وأبريل وذلك على الرغم من الانطلاقة الصعبة التي اتسمت بتأخر الأمطار الخريفية سجل هذا الموسم تساقطات قدرها 370 مم بارتفاع نسبته 16% عن المعدل الطبيعي وقد عرفت مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير ابتداء من شهر ينير الماضي تساقطات فلشكة مهمة تساقطات هامة أسهمت في تحسن حقينة السدود ذات الاستخدام الفلاحي بشكل ملحوظ إذ بلغت نحو 9 مليارات متر مكاحب أي بنسبة ملء بلغت 67% مقابل 7 ملايير متر مكاحب عام 2017 وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي من حيث إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني على حد سواء في ظل هذه الظروف تقول الوزارة المعنية إن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر بـ 98.2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 أي بزجادة 3% مقارنة مع الموسم الماضي ويتوزع الإنتاج المتوقع لأنواع الحبوب الرئيسية الثلاثة على 48.1 مليون قنطار من القمح الليين و22.8 مليون قنطار من القمح الصلبة و27.3 مليون قنطار من الشهيرة أما بالنسبة لثلاثل الإنتاج الأخرى مقارنة مع محدل الأحوام الثلاثة الأخيرة فقد تم تسجيل الزكادة بنسبة 37% في إنتاج الحوامض و38% في إنتاج الزيتون وأربعين في المئة في إنتاج الفواكه الحمراء فضلاً عن ذلك تتوقع الوزارة أن يكون لتساقطات المطارقة أثر جد إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي الذي يوجد بدوره في مستوى جيد حالكاً وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الموفورات العلفية للمواجه من جهة أخرى يوضح بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحر أن التطور الهام المسجل على مستوى المكننة واستخدام التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة مكنة من تثمين تساقطات المطارقة ومن توفير الحماية الصحية للحقول وقد زادت المساحة المنجزة باعتماد تقنية التنقيط الموضعي بـ 7% عن الأهداف التي تم تصطيرها في أفوق برنامج المغرب الأخضر 2020 أما فيما يخص المكننة فإن تشجيع المخطط الأخضر للفلاحين على استعمال الأليات الفلاحية أدى إلى ارتفاع المعدل إلى 8.3 جرار لكل ألف هكتار مقابل 5.2 عام 2008 ولضمن إنجاح الموسم الفلاحية الحالي أحلنت الوزارة لدى إعطاء انطلاقة الموسم عن جملة من التحفيزات والتدابير تشمل برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيحات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار لتصل إلى 76% من البرنامج الإجمالي نهاية ملف المسائية شكرا على المتابعة